بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلوا عليه وسلموا أسباح الخير على أخوتي وخالاتي وخوتي وبنياتي إن شاء الله يا ربي قاعد تكونوا غاية وتكونوا بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله يا ربي رح نشارك معكم وصفة صيفية روعة 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 جربوها ما تحتش لا تعب ولا مقادير ولا مجهود سهلة بزاف بزاف وهذا ما يعجب الوليدات والأزواج في هذا المموت على الصيف كامل يبغوا غير حاجة خفيفة مع كاس تعجب ولا كاس تعال الشاربات روعة المشروبات ما تولفوهمش لولادكم المشروبات الغازي أقصد ما تولفوهمش لولادكم بالصغر لأنهم مثل الإدمان نحنا الكبار رانا مباسين معهم نقدروش نستبرو المشروبات اللغرون بلاصوهم بأي حاجة بأي حاجة المهم يفيتوا على روحكم المهم هاي الخبيزة نحليتهم بلكم يجوا روعة خفيف 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 وبنان وفرمجين روعة المهم حبيباتي تبعوا الوصفة وما تنسوش الجمجمولي صلوا على النبي عليه أفضل صلى الله عليه وسلم وديروا ديك الجام ونبدأوا أول حاجة عنا الكاس المشهور كاس حليب دافي زدت لها مغرفة ح السكر ونخلطهم غاية لازم الحليب يكون دافي مشي بارد ومشي حامي دافي لانتشتوني راني تاستي فيه بليدي درت لها السكر لأنه الحليب تاقي كان شوية حامي درت السكر هولو ولا نذوب فيه وفي نفس الوقت ندفي في الحليب كي يرجع دافي ولم الخميرة باش ما يطيبهاش نزيد مغرفة خميرة ممسوحة يعني كي نعمرو الخميرة نعمروها بلعط يمشي مغرف بومبي خلاص ونخلطوها تاني هكا مليح غاية بالفوي مليح مليح تذوب نزيد زوج مغارف تاع الفارينة مباشرة ورا هذيك الخميرة تاع الخبز نزيد زوج مغارف فارينة وتاني بالفوي وخلطي خلطها تحتها تندمج هذيك الفارينة مع هذيك الخميرة كشغول هنا يدرنا الخميرة تاع الخبز ومن بعدها نجيب الزيت اربح كاس زيت ونخلطاني ببيع حتى الزيت يدخل لأنه الزيت كي ما نقوله ينقص متفاعل تاع الخميرة لهذا لازم تخلطوها غاية متخلوش متكتل وهنا يزد الملح الملح دير وربوع مغرف تاع ماكله ربوع مغرف تاع ماكله لأنه الحشو فيها الملح تخافوا يجيكم ملح بالنسبة للفارينة نحتاج الزوج كيسان ونصف بالضبط المضبط الزوج كيسان ونصف في الأولا ديري زوج كيسان عفوا وديروا نصف كاسة حداك كيتخلطي ذوك زوج نصف الزوج كيسان زيدي ذاك النصف خلاص المهم هذوك زوج كيسان خلطهم بالفوي لعندكم الفوية ضعيفة مشكلة متخلطوش بها سيخدوها تاع البلاستيك ولا تأسل لكم خلطي بليدك من البداية ومبادا كي خلطهم هذوك شغل الفوي دخلي لهو في الفلابات ومبادا كي نخلطهم نزيد هذاك النصف نجمعهم بيا هكذا كيما كنت شوفوا العجينة جي شوي تلاسق في ليد مشي بزيف ولكن مليح زيدي مشي تلاسق بزيف ديري غي قطيرات تاعزيد مشي بزيف ما ديريش حفنة زيد كيما توشغ نوصي كترات زيد في ليدك باش تقدري تتجمعيها هكا بالخوف كيما كتشوفي مدلكنا هما والوغي نتجموها وخلاص العجينة تانا هندو بها يلولو ونخلوها تخمر بلا ما وجدنا الحشوة تانا كل ما وجدتوها بكري راكم في الفائدة نخلوها تخمر ونرجعو لها نغطيها لازم نغطوها باش ما تتقشلفش لي ما عندهاش البلاع تدير سرابيت ولا تدير حاجة ليسونسين اللي هو ما يتوشيهاش هكذا نجي هنا الحشو التاعي ندرت حبة بصلة كبيرة حبة وحدة تكون كبيرة قطعتها شرائح ودرت ربعة تاع الحبات تاع الفلفلة قطعتهم هكذا ثاني شرائح ونجبت المقلة التاعي نديروا فيها القليل من الزيت ما تكثروا الزيوتي وشعلي النار ديريها متوسطة شي زايدة باش ما ينحرقو لك شفم فم نقصي للنار نديروا هنا هنا شوية ملح في هذه الخضرات هنا هنا اللي بناتلي ولادهم يبغوش تكتوكا يعوضوها بالفريت بطاطا مقطعها كمربعات صغار صغار وتعوضوا فيها بلاست هذي تكتوكا خلاص نضيف في هذه الخضرات تكتوكا نضيف طماطم وثو نضيف فلفل نضيف فلفل حمراء ملح حمل حشو والجاج ونصف مغرف طماطم مصبرة ونصف مغرف هذي طماطم مغرف قريبا نضيف نضيف ملح ملح يجب ومغرف غطيت الخبز وما تنحرك ونضيف خمار سوف تقطع ونصف ونبعد نصف ونصف ستقطع على 6 ثم يجب سبعة فقط نضع الميزان الوزن الميزان لذلك هكذا وتسجميه وتقوسيه هذي كتوجاتها تكليرا هاي الطيب كي تشوفيها خلاص طابت قليلها لغطاء باش تنشف الملاصص لازم تجينها نشفه بس حتى الطيب ونخلوها تاني تبرد باش نعمروا بها هذا الخبيزة تولى ولا لي ساندويتش من منحشوش بيهم و هي سخونة ثم بعد نجيبها ذوك الخبيزة نغطيها ذوك اللي يبولينه هم فارينة مدردرة لأن العجين لا يتلاسق نحلها بشكل طوال قمت بشكل طوال اختيارك حشوة جغنة موندور نعلم فيديو آخر اصفر تحليها كنوعا ما ترقيها لا تخليها غليطة تبدلها بالفريت وليس كعبتها كطمقلية تضع الفريت ويضع لفريت ويضع انواة الفرومج بإمكانكم التعسل وليس كريمه فرومج وطريقة تبلع لتالي ساندويش اضع الطاجين او مقلة او مقلة تدهنيها بالدهن لا بزمن او ليكاين سوف اضع طاجين بكشوه اضع الطياب الميح يجب أن نطيفه من كل الاتجاهات لن يجب أن نطيفه من كل الاتجاهات يوجد طبقة خفيفة حينما يجب أن يكون قد نطيفه من كل الاتجاهات يجب أن يكونوا من طبقة مرحلة يجب أن يكون على حريات الصيف المهم جربي هذا الوصفة على العجين و راح تحتام ديها في هذا الصيف سهلا ماهلا و خاصة بلا متشعلي الفرن اغلبنا نبتعد على هكا لغسات الكوشة لانه الفرن كي يحمى الضارقة تحمى معاه المهم حبيبات قلبي هذا كان الفيديو التعنات عنها اليوم شاء الله يا رب يكون عجبكم ما تنسوش تديرو لي ذيك الجمجومة الشاب الهلوة تحكم وتخلو لي اراءكم في التعليقات و الجامجا ما تنسوهاش و في الاخير استودعكم الرحمة الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته